إصلاح الدائرة الأقرب هو الطريقة الفضلة لإصلاح الدوائر الأبعد فالأبعد ولكي تكون جداً في المحاسبة عليك أن تبدأ في محاسبة نفسك أولاً بهذا أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عزمه على إصلاح الهيكلية الشاملة لحكومة الإقليم حيث بدأ بحزبه أولاً وجاء الإصلاح على هيئة قرارات رئاسية تقضي بإعادة الأموال والممتلكات التي استولى عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو حزب بارزاني وفقاً لما جاء في القرار وكذلك اتخاذ أقصى الإجراءات مع الأشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد إدارية وتحويل ثرواتهم إلى خزائن حكومة الإقليم وحتى تكون ملامح الإصلاح مكتملة فلابد من إصلاح للمؤسسة العسكرية بالتزامن مع إعادة ترتيب عمل الملاكات السياسية والاقتصادية لذا تقرر أن تتم مراجعة جميع ملكات وزارة البشمرقة وإعادة الهيكلية العسكرية لها هذه الإصلاحات كانت قد سبقتها تصريحات لأحزاب ومنظمات كردية اتهمت حزبي رئيس الإقليم والرئيس العراقي السابق جلال طالباني بالاستلاء على أموال الإقليم والسيطرة على مفاصل الحياة فيه وتشويه صورته الأحزاب التي قالت بهذا القول تمثل جناح المعارضة في برلمان الإقليم وأبرزها كتلة التغيير والاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية والجماعة الإسلامية والحرية وأبناء النهرين الاتحاد الوطني الكردستاني كان له موقفه السريع من الإصلاحات التي لم يعترض عليها وإنما أبدأ اعتراضه على الجهة التي وجهت بها وأي أن تكن ردود الفعل وتجاذبات السياسية بين الأحزاب الكردية فإنما يحسب للإقليم أنه يسعى بخطا حقيقية للتغيير وتجاوز الأزمة المالية التي تعصف بمؤسساته وهو معده كثيرون متمما لدعوات رئيس الحكومة الاتحادية لإصلاح هيكلية الدولة التي ينخرها الفساد